موسيقى موسيقى الغفران والمصالحة أول ما بتسمع هذه الكلمة ماذا يخطر في بالك؟ كلمات جميلة جداً، كلمات رنانة، لكن فعلها لربما نحتاج إلى إلهام إلهي أهلاً ومرحباً مشاهدينا في كل مكان في برنامج ليكن نور وحديثنا في هذه الحلقة سيكون عن موضوع الغفران والمصالحة أيضاً وأنا بدعوك اليوم وأنت بتشاهد هذه الحلقة أن تتخلى عن الأفكار المسبقة الموجودة عندك إزا هذا الموضوع وصلي أن الرب يفتح ذهنك وفكرك وعينك وقلبك عارف ليه؟ ممكن نتكلم حقائق عظيمة جداً من الكتاب المقدس لكن لا تعني ليك شيء إذا كان الذهن غير مستنير وفعلاً عشان نفهم هذا كلام الله عشان نفهم كلمة الله نحتاج إلى استنارة روحية فأنا بصلي من كل قلبي أن هذه الحلقة تكون بركة لأنه سنلقي الضوء على هذا الموضوع ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلاً أعزائنا مشاهدينا أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور وحديثنا في هذه الحلقة عن الغفران والمسامحة يصر أن أستضيف أخ عزيزة على قلبي رجل الله خادم الإنجيل دكتور أمال جندي سيكلمنا في هذا الموضوع أهلاً وسهلاً أخ أمال أهلاً بك يا أخي نزار ومرسي خالص لاستضافتك ليا وأنه بشكر الرب أنه أدان الفرصة أنه نشارك مع أخوتنا وأخوتنا معنى الغفران وإزاي نعيش حياة الغفران للآخرين بناء على اللي الرب عمله على الصليب من أجلنا ربنا يباركك وخلينا أفوت في الكلمتين اللي أنت ذكرت بفمك تتبرر معنى الغفران وأساس الغفران من فضلك إذا ممكن تعطينا توضيح لما نتكلم عن الغفران والمصالحة كل واحد عنده إصطلاحاته وتعبيراته ومفهومه المعين ولسيما الشرق الأوسط وهناك الأديان لكن إذا ممكن تعطينا الفكرة من ناحية كتابية الغفران والمصالحة بوسي خنزر الموضوع دهو موضوع بيحتاج للتوضيح والتبسيط أكثر خصوصا لو أحبائنا المشاهدين مش من خلفية مسيحية أو مؤمنين بيحتاجوا لمعرفة الترمونولوجي أو المصطلحات اللي احنا هنستخدمها فمثلا لما بقول غفران هنتكلم عن إيه هو الغفران ومعناه بس لازم نشير إلى الصليب فجبل ما أدخل لموضوع الغفران أنا حابب أجف ثواني بالنسبة للصليب يعني كمسيحيين أنه أساس الغفران هو الصليب أو عمل المسيح على الصليب وهذا طبعا بدون يعني أدنى شك بس برضو جبل الصليب أأكد على حاجة نحن نعبد إله واحد مثلث الأقانيم هاي اللي بتضيع فيها أحبائنا المسيحيين ما هي دي اللي نقطة ليه لعشان لما هتكلم على الصليب وأقنوه من ابن أو الله الظاهر في الجساد علشان ما يكونش فيه التباس فنحن نعبد إله واحد مثلث الأقانيم الآب والابن والروح القدس في جوهر واحد الله الظاهر في الجسد اللي هو أخذ جسدنا علشان يكون بديل عنا ويقدم نفسه ذبيحة عن خطيانا لغفران خطيانا هو الرب يسوع المسيحي الظاهر في الجسد وهنتكلم على المذبح الذي قدم عليه وهو الصليب فتوضيح مفهوم الصليب أنا بكرر وبأعلي صوتي كالصوت صارخ في البرية نحن لا نعبد الصليب نحن لسنا عبدة الصليب لكننا نعبد المسيح المقام من الأموات نكرز به مصلوبا لليهود عثرة واليونانيين جهالة يعني اليهود اللي هم المتدينين اللي كانوا بيبصوا إنه هذا العمل ده مش مفروض إزاي ربنا يسمح بكده واليونانيين اللي هم الحكمة والفكر شايفين أن هذا جهالة بل هي حكمة الله وقوة الله فأول حاجة الصليب لسنا نعبده الصليب هو المذبح اللي قدم عليه الرب يسوع كذبيحة ودايما أنا بستشهد بصورة الصفات 107 اللي بتقول وفديناه بذبح عظيم ولما تكلمنا على عظمة هذا الدبح طبعا أنا بستخدم ده كنوع من القنطرة التي يعبر عليها الفكر للفكر إنه هذا الدبح العظيم عظمة الله العظيم هو الله الظاهر في الجسد اللي زبح على عود الصليب دي أول حاجة نمر اثنين إن إنكار الصليب هو إنكار لخطة الله لخلاص البشرية وإنكار الصليب ما فيش حد وراه غير عدو الصليب من هو عدو الصليب؟ الشيطان أي أي فكر أي تعليم ضد الصليب وضد الصلب وينكر الصلب هو تعليم شيطاني وده بيرجع لكلمة الله كلمة الله لما بطرس حب يوجف الرب يسوع قال له حشاك يا رب تروح الصليب قال له اذهب عني يا شيطان هنا مفهاش حساسية لا هو تعليم شيطاني تعليم شيطاني هو الذي ينكر الصليب في المسيحية الصلب أولا ثم الموت ثم الدفن ثم القيامة لكن للأسف إخواتنا المسلمين بالذات مكتوب عندهم لم يقتلوا لا قتلوه ولم يصلبوه بل شبه لهم فهنا العملية عكسية يعني لأن العدف العرب كانوا بيقتلوا الناس وبعدين يصلبوهم يمثلوا بأجسادهم لكن هنا قصة الصلب قصة الفداء هو يتم الصلب وعلى الصليب يتم موت الضحية المسلوبة وده اتحقق في شخص رب يسوع مش العكس مش الأول موتوه وبعدين صلبوه فده حقيقة برده الحاجات دي مهمة ليه أخ نزار عشان لما ندخل بقى نتكلم على إيه هو الغفران وهي المصالحة وإيه اللي تعمل نتيجة لذلك يكون الأمور واضحة بالنسبة لنا النقطة الثالثة الأندرلينج أو الخلفية وراء هذه القصة الحقيقية هي قصة الصلب وعملية الغفران هذه الخلفية الأساسية هو محبة الله إلهنا محبة الله محبة هنا الله يهوه يهوه إله الكتاب المقدس محبة المحبة أحببنا قبل تأسيس العالم وهذه المحبة هي اللي دفعته أنه يحل مشكلة الخطيئة بتقديم ذاته ونفسه نيابة عنها عشان كده يا خنزار أنا نفسي أبتدي بترنيمة حلوة يعني قريبة جدا على نفسي كلمات الترنيمة دي بتعبر عن حب الله الذي لا يستقصى كلمات الترنيمة بتقول إيه لو صار حبرا كل يم يعني لو كل بحور العالم تحولت إلى أن تكون حبر يكتبوا به لو صار حبرا كل يم وورقا كل الفلك وكل عشبة قلم والكل في النسخ اشترك لو تخيلوا محيطات وبحر العالم تحولت إلى حبر وكل الفلك والمجرات السماوية بيت ورق وكل الأشجار والأعشاب تحولت إلى أقلام لو الكل دهو اجتمع مع بعض عشان يكتبوا حاجة عشان يوصفوا الحب مش هيقدروا هعيد البيت كامل من الأول لو صار حبرا كل يم وورقا كل الفلك وكل عشبة قلم والكل في النسخ اشترك ما كتبوا ما وصفوا محبة الحبيب فاقت سمت فاضت تمت مقدارها عجيب هو ده الحب هو ده الحب يا خنزار اللي وراء الغفراء هذا الحب اللي وراء الغفران وراء قصة الصلب وراء قصة الفداء وراء قصة الأنص لما كنا نتكلم عن الموضوع حبيت صياقة الحديث أو إصاغة الموضوع تحت كلمة غفران الله الرائع يعني ذكرت هذا الغفران أساسه الصليب والدافع هو المحبة لا شيء فقط المحبة اللي دفعت الرب يتخذ جسدا ويموت على الصليب لكنه قام وهو حي وهذا الشخص العجيب اللي احنا منادي فيه غفران الله الكامل والرائع لم يفاجئه يا أخ نزار يعني نرجع لكلمة الله على فكرة كان كان الرائع بتاعنا جسيس نسان جندي في أسيوت كان عنده مقولة رائعة طيب الزكر كان بيقول الكتاب المقدس من التكوين للرؤية مربوط بحبل قرمزي بنلاقي في سفر التكوين والسفر الرؤية علامة الدم فخلاص الله وغفران الله الرائع مجاش كنوع من رد الفعل لكنه كان فخلاص الله قبل تأسيس العالم لانه لما نتكلم عن الغفران هو غفران من ايه وهذا برجعنا للتكوين ولا لا بالضابط لقصة آدم وحوة بالضابط اتفضل طالما نتكلم عن قصة السقوط وعلاج الخطيئة فشو اللي صار لآدم وحوة يعني في الجنة اللي حصل إنه آدم الرب وصاه وقال له من جميع شجر الجنة تأكل أما شجرة معرفة الخير والشرى التي في وسط الجنة لا تأكل يوم أن تأكل منها موتا تموت دي وصية الرب وعلى فكرة كان الشجرة مش تفاحة برضو ده ثقافة خاطئة جيمكن مانجا مكتوبة الشجرة التي في وسط الجنة يبقى نقبلها الشجرة في وسط الجنة فلما بعدين جه حواه وبعدين الشيطان أغواها وهي أعطت رجلها في أكل فحصل السقوط السقوط هو عدم حفظ وصية الله وبالسقوط حصل انفصال عن الله لأنه يوم تأكل منها موتا تموت الموت هنا هو الانفصال عن قداسة الله لأن الله القدوس كان له شركة مع آدم وحواه لكن لما حصل السقوط حصل الموت اللي هو الانفصال الروحي اللي ما بين آدم وما بين الله فبناء عليه فبناء عليه لما آدم وحواه أدركا أنهما عوريانان أنهما عوريانان خاطى لأنفسهما مآزرة من ورقتهم وده الغاية النهاردة كثيرون يخيطوا أوراقتين كثيرون بيتكلوا على الأعمال الصالحة على البر الزادي على التصدق على الفقراء على بناء معابد وأماكن للعبادة بيروحوا يمشوا ويروحوا رحلات حج عشان يمشوا كثيرا هذه كلها أوراقتين أوراقتين لن تستر العورة التي سببتها الخطيئة لأن الشمس تشرق فتذبل هذه الأورا خلاص بالزبط فالعورية ظل عوريا الخطيئة تظل خطيئة عشان كده حل الإنسان اللي ابتدعوا آدم وحوى فشل لأنه خزي، عار، خوف، خطيئة، عسيان كله كان في الجنة طب من ناحية تاني كيف الرب أظهر النعمة والمحبة والخلاص والفداء كل هذه الاستلاحات اللي هي من ضمن الغفران في تكوين ثلاثة بيجاوبنا على كل هذا يا خنزار ونلاحظ كلمة صانعة مش خلقة الأول خلقة الله هنا صانعة وكلمة صانعة يعني كان في حاجة رب أخذها منها هنا بيقول صانعة لهم أقمصة من جلد وألبسهما إيه هو الجلد؟ جلد الحيوانات ما فيش كان جلود غير جلود الحيوانات طب هل آدم وحوة كانوا بيأكلوا حيوانات كانوا بيأكلوا لحمة؟ لما الرب خلقهم قال لهم طعامكم هذه الأشجار المثمرة كلها الإنسان بدأ يأكل لحمة بعد الطوفان بس قبل كده فكانت الحيوانات موجودة عشان يأخذ منها جلد كان لابد من ذبح هذه الحيوانات وصنع الرب مآذر وصنع الرب لهم أقمصة من جلد وألبسهما وده أول إشارة لغفران الخطيئة عن طريق الذبيحة وبكده المشكلة بتاعت الخطيئة أنه آدم وحوة حصلت بينهم على فكرة مشاكل زوجية لأنه لما الرب قال له آدم أنت أكلت قال له المرأة التي أعطيتني وهي الحقيقة فحصل كل واحد يرمي بلوم الثاني لكن الرب من محبته لهم صنع لهما أقمصة من جلد وألبسهما لعوز أقوله أخ أمال بعد إذنك أن هذا الموضوع كان مبادرة إلهية آدم وحوة حاوله عرفوا يعملوا اللي بيقدروا عليه اللي هو أوراق التين بس الذبيحة وستر العورة هو مبادرة إلهية ويحضرني دلوقتي فكرة بسيطة كده أنه آدم وحوة قابلة هذه العطية من الرب أيوة في دايما يا أخ نزار بقول في تلت دواير في الإنسان دائرة المعرفة ودائرة القدرة ودائرة الإرادة فلو واحد بيقول أنا لا أعرف فيه إمكانيات وروح الله بيبكت بيبكت وفيه كلمة الله علشان يعرف والذي لا يقدر أنه يعمل أي حاجة مطلوبة زي يعيش بالبر والتقوة لا يقدر يطلب من الرب ويوامكث في محذره ويأخذ القوة قوة الروح القدس لكن الذي لا يريد هنا دي المشكلة صديقي المستمع أو المشاهد لو أنت مش عارف الرب عرفك لو أنت مش جادر رب يعطيك القدرة لكن لو أنت مش رايد تلبس ما صنعه لك الرب للستر عورة خطيتك لا تلومنى إلا نفسك أخ أمال أنت وأنا منعرف أنه طبعا القصة يعني إلها نتائج وتأثيرات الخطيئة عبر كل البشرية وحاول الإنسان والرب بعد أنبياء وبعدين الشريعة والأنبياء لكن نرى أن الصورة تكتمل أكثر في العهد الجديد في حمل الله الرب يسوع المسيح وفي نفس الوقت لما نقرأ في رسالة روميا نرى أن توضح الصورة عن إيه اللي صار وإيه الغرض اللي له ممكن تأخذنا برحلة في هذا الموضوع رسالة روميا من الرسائل اللاهوتية العميقة اللي بتوضح فعلا فكرة الله للخلاص وبتتكلم على الغفران وعلى التبرير وعلى النعمة وعلى المصلحة وعلى السلام مع الله وعلى كل هذه المصطلحات كل هذه المصطلحات يا أخ نزار كلها بتؤدي إلى أنه تبررنا بالإيمان فصار لنا سلام مع الله تبررنا يعني تبررنا يعني في عينين الرب أحنا صرنا بلا خطيئة ليه؟ علشان دم المسيح هو اللي بيغطي عورتنا لأنه الأول أحنا لما آدم أخطأ وأحنا وارسنا الخطيئة على فكرة نكتة ثانية مهمة بعد إذلك أطلع سوانا على حتة دية لأنه ده بيثير التباسات كثيرة يعني فكرية نحن إزاي نورس خطيئة آدم بعود وقرر وليه ندفع ثمن خطيئة آدم فأنا بقول نحن لم نرث خطيئة آدم لكننا ورثنا الطبيعة الشريرة الخاطئة طبيعة الخطاءة الخطاءة الساقطة عشان كده بقولها في مسأل سريعي بعد إذنك يا خبزة لو أنا أشاركم أنه في قصة مجازية كان في زوجي عصفور يعني عصفور وعصفورة مع بعض وكانوا بيطيرين بانطلاق في حرية بس نبهوا نبها أنهم ما يجوش نحية الحتة دي عشان فيها شرك أو فخ أو شرك المهم ما يسمعوش فراحوا نفس الحتة اللي مونوا عنها فالفخ اقتنسهم الشرك اقتنسهم فاتاخدوا العصفورين دول وتحطوا جوا قفص فصارا محبوسين العصفوران صارا محبوسين بمرور الأيام العصفورة باضت وفجس البيض وكترو في عندهم عصفير كتيرة السؤال أين هؤلاء العصفير داخل القفص أم خارج القفص هما داخل القفص هو ده بالضبط نحن لم نرث خطية يعني نتيجة خطية آدم لكن ورثنا الطبيعة الخاطئة لأن خلاص صرنا بالإثم صورنا وبالخطيئة حبلت بينهم هذا داخل هذا القفص إذن أحنا ومن لينا نحتاج إلى أن يطلق صراحة من هذا القفص من الوحيد الذي يطلق صراحة عمل الرب يسوع الكامل على الصليب الهو آدم الثاني الهو آدم الأخير بالضبط الإنسان الثاني أو آدم الأخير عشان كده التبرير في نظر الله طالما الرب يسوع كان البديل بتاعنا هو اللي دفع التمن الخطيئة على الصليب وهنا يستلزم عدل الله وده يوجد تفضل لا كنت عاوز أقولك أنه يمكن في روميا خمسة بتشوف هذا التوضيح اللي أنت تكلمت عنه بالضبط روميا خمسة بيوضح دهو بس خليني كمان أتكلم عن من هو الله صح هذا الإله لأنه كثيرون يا أخ نظر يقول ما هي مشكلة الصليب تم يقول أنا غفرت لكم هو رحمن رحيم وهو على كل شيء قدير كن فيكون فهي ده من اللي عادة نسأل بالضبط يعني لازم كيف أنت بتهينه يسوع بالضبط سبحان الله أنت بتهينه يسوع إحنا عم نحامي عنه كأنه بغلطونا أنه إحنا دول جماعة قتلوا الله بالضبط كده فعشان كده لا نرجع يا جماعة يعني نفهم اللي يعطينا الرب وفهما أنه إلهنا مش إله رحيم بس ولا محب بس ولا قدوس بس لكنه أيضا هو إله عادل وعدله يقتضي أنه يأخذ قصاص هذه الخطيئة يوم تأكل من هذه الشجرة موتا تموت أجرة الخطيئة هي موت بس المشكلة يا خنزار أنه لازم ندرك من هو هذا الإله القدير يعني حتى للأسف بعض الأحيان في كنايسنا يعني نخفق إدراك هذا نقلل من أهمية الموضوع قدست الله وعدل الله وحب الله التقوا كلهم في الصليب عند الصليب لأنه عادل أخذ ثمن الخطيئة ولأنه عادل لا يأخذ هذا الثمن مرتين أخذوا من الرب يسوع بناء على كده أحنا تبررنا من خلال الإيمان من خلال الإيمان الذي لم يؤمن يدان الذي يؤمن بالإبن له حياة أبدية والذي لا يؤمن بالإبن لن يرى حياة بل بالعكس يمكث عليه غضب الله هذه النقطة فعدل الله هنا كان واجب النفاذ فنفذ في من يستطيع أن يدفع الثمن محدش تاني في البشرية لا نبي ولا ملاك ولا أي حد أصلا لا يقدروا يعني هاي الكفاءة موجودة في ابن الإنسان اللي هو الرب يسوع ولأنه إنسان كامل بلا خطيئة استطاع أن يكفر عن كل خطايا البشرية وفي نفس الوقت استطاع أن يرضي ويوفي المطالب والعدالة الإلهية ده صحيح عشان كده أنا دوري أرجع لا أعرف لا أقدر لا أريد لا أريد هنا بقى أنا لابد أن أعترف أجي إلى رب يسوع وأعترف وأنا أدرك أنه أنا أخطأت وأن أنا محتاج وأن أعمال البر اللي أنا بعملها دي أي كلام أعمال باطلة نجسة حسب الشعية فعلا فلازم أجي وأتضع في محضر الله وأعترف أقول له أنا يا رب أدي لك الفرصة أنك أنت تدفع بالنيابة عني ندرك أنه الله قدوس وأنه يكره الخطيئة وأن هاي الخطيئة هي ضد الإله الغير محدود ده أنا لما بخت ضد الحكوم ولا ضد الريس يعني الحكم صارم جدا فكم بالحر كيف ننجو نحن عارف يعني أنت بتخت ضد الله الغير محدود أخ أمال بضعت فرصة بس للمشاهد إذا بتحب تتواصل معنا على فكرة أرقام الهاتف موجودة أمامك وأنت على فكرة في نفس الوقت تشجع فيك تشوف هذه الحلقة على الفيسبوك وإذا لديك تعليق، استفسار، سؤال، نحن نرحب في جميع أسئلتك ابقوا ما عايزة أعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلاً أعزائنا مشاهدينا، أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور وحديثنا عن الغفران والمصالحات ومعنا دكتور أمال جندي، أهل وسهلا، مرة ثانية أخ أمال بصراحة موضوع طويل وكبير، لكننا نحاول نغطيه بشكل سريع سريع، تكلمنا عن غفران الله، غفران الله بيلمس كل نواحي الحياة وأكيد إذا حكينا عن غفران الله، بدنا نتكلم عن الغفران كيف ممكن نغفر أو نمنح هذا الغفران زي ما تكلمنا قبل كده يا خنزار، أنه عمل المسيح الكامل على الصليب نتيجة بتاعته أنه حصلت مصالحة بين الإنسان الصاقط والله القدوس المحب العادل من خلال يسوع فهو كان الوسيط الوحيد، وهو اللي أتمم المصالحة بس من نتائج هذه المصالحة، أنه تمت مصالحتنا مش بس كل واحد بينه وبين الله لكن أيضا تمت مصالحة ما بين بعضنا البعض نعم، وتمت مصالحة النفس كمان فهنا الكتاب يعلمنا أنه صالحة الاثنان معنى بتكلم عن مين الاثنين اللي كانوا دايما ضد بعض اليهود والأمم فتمت مصالحة الاثنين مع بعض وبهذه المصالحة صالحنا في جسم بشريته مع الله فهنا العملية المصالحة المتكملة والمكتملة ما ينفعش أنا أقول أنه أنا تصالحت مع الله وأنه أنا غفرت خطياي وعندي مشكلة بيني وبين أخوي في الإنسانية مش بتكلم كمان على أخوي المسيحي وبس كمان فيه مصالحة مصالحة أن أنا أقبل أنا عارف إن ممكن ميكون الشيء قبل الله طبعا الكتاب هنا بتكلم على يهودي وأممي في المسيح ده المؤمنين لكن كمان بيمتد إلى أنا أمد المصالحة زي ما تكلمنا باركوا لعنيكم أحسن ومبغضيكم صلوا من أجل كل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم فعشان كده بنحب حتى الأعداء المصالحة والغفران بتخلينا طالما أنا تصلحت مع الله فأنا بثبت في الله أخذت الطبيعة الجديدة في حياتي بسكن الروح القدس فرغباتي هي رغبات الله وما هي رغبات الله أنه هو محب وبيغفر فأنا بأخذ من هذه الصفة وبصبح زي الله في حياتي أحب وأغفر لكل من يسيئ إلي بعد إذنك دكتور أمال إذا ممكن أقرأ من رسالة بولوس الرسول إلى أهل كورنتوس إصحاح 5 من آية 17 إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العطيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة أي إن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه هذه العلاقة العمودية غير حاسب لهم خطياهم وواضعا فينا أنا وأنت كلمة المصالحة إذن نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله هذا صحيح كل اللي حكيته في جملة واحدة هذه خدمة المصالحة فأول هدف قدامي أنا كمؤمن قد تصالحت مع الله على حساب عمل المسيح الكامل أول هدف إنه يكون عندي خدمة المصالحة أنادي تصالحوا مع الله طيب لو أنا في واحد زعلان مني أو غير متصالح معايا سواء في الكنيسة أو برا الكنيسة على فكرة أفاسوس أربعة بيقول لطفاء بعضكم نحو بعض شفوقين متسامحين كما سامحكم الله أيضا في المسيح لازم نكون متسامحين لازم ناخد هذه نغفر لمن يسيء إلينا أفاسوس خمسة نبي يقول كونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة إذن محبة المسيح التي تنسكب في قلوبنا بالروح القدس المعطلين بتنعكس وتمتد للآخرين مهما كانوا قد أساءوا إلينا عشان كده بنوينوا تصالحوا مع الله وبالنسبة لنا أحنا بنحبكم مهما صدر منكم أحنا على فكرة ده مش فرد عضلاتي يا خنزار لأنه ده عطيه من فوق ما أحنا كطبعتنا الساقطة البشرية لا نستطيع أن نحب من يعادينا عين بعين وسن وبسن وأنا عاوز حقي يعني أعاوز حجك يعني وأخذ لبالك يعني الأمور دي إنما كانتش تعطى لنا بالروح القدس هيكون صعب صعب مع أنه تعليم المسيح متفوق عشان اللي منشوف الأحداث في هذه الأيام الثقر والانتقام وإلى آخره يعني حتى في العهد القديم هذه الآية إلها قانون إلها شرعية يعني شو الفكرة من وراء الموضوع إذا شخص قتل في عدالة أيوة وهذا الشخص مثلا يقتل بحسب العدالة لكن ما في فلة حكم إن الشخص يقتل عيلته ولا يدمر بلد ولا يعمل لا تبقى فاولة فإذا برضو ممكن ينكر قانون الله يزعم الدين بالانتقام والثقر هو بالحقيقة يعني مش عم بنفذ وصايا الله لكن المسيح برضو أخذنا إلى الصورة أعمق بتفسيره الروح عن هذه المحبة ده صحيح لأنه اللي جوه الطبيعة البشرية الساقطة بتميل الانتقام والثقر وأنه أنا أخذ حقي ودي كرمتي وده شرفي وتحت مسميات كثيرة جدا ولا نعطي لمن أقامهم الله كمنفذ قانون أن القانون يأخذ مجراء فدي المشكلة أنا كمؤمن أنا حصلت على النعمة والمغفرة وبمناسبة النعمة واحد من أخوتي الأولاد الرب بيشرفني أن أنا أتلمزهم من العابرين بيقول لي أنتوا لما بديتوا التلمزونة ما دوتوناش مصطلحات الكتاب أنت عارف أن أنا يا دوبك لسه فهمت يعني كلمة نعمة و أنت كنت تفهمها إزاي قال لي النعمة اللي أنا أعرفها أنها حتة العيش لما تكون واجعة في الأرض أروح أخذها وأبوسها وأحطها جنبها هي دي النعمة لما واحد يقول لي عامل إيه أقول له أنا في نعمة يعني بس النعمة كلمة الله هنا النعمة ظهرت نعمة مخلصنا يسوع المسيح فأنا أخذت النعمة وحصلت على الغفران من الله إذن طبيعة الله جد فيها فلابد أن أقدم نعمة للآخرين وأنا أغفر أيضا للآخرين وأن أستطيع أن أسامح الآخرين مهما بدر منهم من إساءة تجاهي خمال يعني إحنا ممكن نفهم غفران الله وشو عمل من أجلنا مع أنه نحتاج الأبدية فعلا ندركها بحق بس نعرف أنه الله بيغفر بس أنه الإنسان اللي اختبر الله كيف ممكن يمنح ويغفر للشخص الآخر والكلام طبعا يمكن سهل بس الحقيقة هي الأصعب كلامك صحيح يا خنزار وواقعي وعملي جدا لأنه إحنا مليانين بالمشاعر والعواطف وتحضرني حاجة أندرو ابني كبير لما جينا كندا كان التحدي اللي قدامه هو جو الشتاء القارس فدايما يقول لي يا بابا الجو ده وحش فقلت له يا أندرو حبيبي ما فيش حاجة اسمها جو وحش في حاجة اسمها لبس وحش أنت الجو إذا هو بارد إلبس بما يتناسب مع هذا الجو لو حر إلبس بما يتناسب مع هذه الحرارة يبقى إذا ما ألومش الجو لكن ألوم أنا تصرفاتي ليه أنا بقول القصة دي يا خنزار علشان في كلوسي ثلاثة خليني أجرى كلوسي ثلاثة من 12 إلى 17 هتكلم عن اللبس فلبسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين نلبس إيه؟ أحشاء رأفات لطف تواضع وداعة طول أنات محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا وعلى جميع هذه نلبس بقى البلط فوق ده كله إلبسوا المحبة التي هي رباط الكمال البلط الجاكيت الجاكيت وليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه دعيتهم في جسد واحد وكونوا شاكرين ما فيش حاجة اسمها مش قادر أغفر له أنت مش قادر عشان انت مش لابس أحشاء رأفات مش لابس اللطف مش لابس التواضع مش لابس المحبة اللي تخليك تغفر اللي تخليك تعطي له عزر لماذا اضطهدك أو لماذا أساء إليك فهذه النقطة ما فيش حاجة اسمها جو ووحش في حاجة اسمها لبس وحش أنا كل ما كني شركة كمؤمن مع الرب كل ما ألبس وألبس سلاح الله الكامل كل ده لبس هو ده اللي يتناسب مع الجو المحيط بيا الرب يسوع على الصليب يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون مهمة جدا أن نؤدي عزر لمن يسيء إلي يمكن فهمني غلط ومسامحة من القلب بالضبط عش كده ناس كتابة يقولون أنا مش عارف المسيحيين دون معجونين بإيه نحن بشر نحن معجونين بالخطيئة لكن نعمة الله المخلصة هي اللي غيرت هي دي النقطة أمين أخ أمال أمين يعني فعلا موضوع كبير وبذات موضوع النعمة يعني كمان بيتطلب يعني عمل إلهي عظيم في الكيان بس عارف موضوع الغفران يعني أنت ذكرت الآية إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح كذا أنتم أيضا نلاحظ دائما مسامحين بعضكم البعض كما سامحكم الله في المسيح هو حط المقياس هذا هو المقياس بس كثير مرات يعني عارف أنك تتسامح أو تغفر يعني بتحس أنه كأنه في تحديات ولسيما في موضوع الجراح يعني في ناس جرحت جرحت وجرح عميق جدا وكل ما بيشوف اللي بيذكر بهالجرح بيتقلم ممكن يسامح يعني كلاميا بس قلبيا لسه من جوه فأنا عاوز يعني تأخذنا أكتر في هالموضوع الحقيقة يا خنزار الجروح أسبابها كتير وتختلف من الثقافة لثقافة برضو على فكرة وحساسية عن حساسية لكن بصفة عامة أنا أجعد بيني وبين الرب وأسأل إيه هو السبب هذا الجرح يعني أنا أعرف ناس يعني عدد مش جليل اتجرحوا كتير لأسباب إيمانهم إيمانهم والجرح جه من أفراد العيلة من الأب من الأم من الزوج أو الزوجة ومع هذه الجروح بتيجي عواقب وخيمة مثلا ترك الزوج أو الزوجة أخذان الأولاد الحرمان من المراث كل ده بتسبب جروح وندبات اللي خليني أنا أرجع وأرجع عند الصليب وأشوف كده الرب غفر لي لأنه أنا لا تسببت جروح بخطيتي وإساءة لله الحي فأشوف هو عملني إزاي فيه في إنجيل متى بتكلم على مسهل الإبن الضال وفيه كمان مسهل على واحد ملك كان عنده خادم الإبن الضال طلب من والده المعيشة بتاعته وأخذها وبزرها ورجع تايب الأب قبله مين اللي زعل منه أخوه الكبير لأنه سبب له جروح قبل كده بالنسبة للخادم اللي كان مديون للسيد بتاعه بألف وزنة وغفرها له وبعد يطلع لقي أخوه عشر تلاف وزنة أيوة مئة دينار عشر تلاف وزنة مقابل مئة دينار يعني إزاي تقارن ده فطبعا لازم أفحص إيماني يعني غفران إلى حدود أفحص إيماني ده اللي أنا عاوز أصل له لأنه أنا إذا فعلا غفر لي العشر تلاف وزنة دول كتير يعني لازم أدرك ده يبقى مئة ده أي كلام لازم أغفر لازم الجراح اللي سببها لأخوه دي خلاص أسامحه ده أنا إن ما كنتش أدرك قيمة الغفران اللي غفره للرب مش هقدر أغفر ومش هقدر أتعامل مع الجروح بتاعتين الحاجة الثانية إزاي أدي فرصة لمحبة الله اللي انسكبت فيه داخلي بالروح القدس المعتنى إزاي أتغلب على الغضب إزاي يعني لقوا شاكل أهل هذا الظهر أهل هذا الظهر بيتم ردود أفعال يعني غاضبة وعنيفة جدا لا أنا لا أشاكل أهل هذا بل أتغير عن شكلي بتجديد ذهني بتجديد الذهني إن أجي وتحتم يعني نبراس كلمة الله اللي بتضيء للدينة تغلب المحبة عن الشر الابن الأصغر لما رجع تايب الابن الأكبر كان لازم هو يتوب لأنه هو كمان أتضح إنه كان ضال مع إنه كان له صورة إنه هو في البيت وكتير ده هو بالليجيف كان يسنى الابن الأكبر مازال موجود في الكنيسة فالرب يساعدنا علشان بالمحبة بالغفران بإدراك كده إيه الرب غفر لي عشان أقدر أغفر وأقدر أحب وأقدر أتخلى عن الغضب والمرارة اللي في حياتي وأتغير عن مشاكلة أو التشكل بأهل هذا الظهر أتغير إلى تلك الصورة عينها يعني إنه إنه أجدد ذهني أجدد فكري بتجديد ذهني أمين وهذا التغير هو التشبه بيسوع المسيح وهذا هو بيت القصيد مرة تانية أنا حابب أعطي فرصة من فضلك اتصل يمكن محتاج أنك تصلي عم بتمر في مرارة عم بتمر في غضب غضب مختزن لدرجة أنه حتى يعني لألا يطلع أصل مرارة فيتنجس الجسد كله ارفع سماعتك اتصل اكتب بد أن تصلي من أجلك والرب عاوز يشفيك وعاوز يتعامل معك مش عاوز تخليك مجروح ومحطم كل الوقت بالعكس وعاوز يلمس ويداوي ويشفي جراحتك سأعود بعد هذا الفاصل موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولمست شوي في آخر حديثك عن موضوع الجراح بصراحة كتير ناس مجرحة شاركنا شوي بالعلاج لهذه الجراح بس يا خنزار هو مهم جدا أنه المجروح يمكث في محضر الرب لأنه هو الملجأ الوحيد ولما يلجأ لكلمة الله بيشوف الكتاب بيقول مزمور 174 أنه يشفي منكسري القلب ويضمد جراحهم هو وحده اللي بيضمد الجراح ما فيش أي حاجة تاني بعيد عن الرب هي اللي تقدر تضمد الجراح نفس المزمير 34 الرب قريب من منكسري القلب ويخلص منصحقي الروح فالرب قريب الرب ادعوه ادعوه هو اللي يشفي هو اللي يرفع الجراح هو اللي يرفع المرارة هو اللي يسكب محبته في داخلنا فنحب الأخيرين نشوفهم بمنظر جديد يا خنزار نلتمس لهم العز يقول دول غلابا عملوا كده علشان هم مش عارفين ومش فاهمين يعني ايه عشان كده محتاجين خطوات عملية ازاي يعني نتعامل مع جراح زي كده ومفيش احسن من متى 18 على فكرة صحيح بتكلم على انه ده هو جراح ما بين اخوة مؤمنين بس هو ده الطريق الصح يعني لو حضرتك انا شعرت انك انت غلط في انا مقعدش استنى لما تيجي حضرتك تعتذر لكن انا لانه انا بحبك ولانا اخدت طبيعة جديدة انا برضو عندي مشاعر ومشاعري جريحت بس ده بخليني اخد المبادرة واجي واعتبك بين وبينك يا خنزار لوحدين لما تسمعني فانا ربحتك نفس الكلام ان سمعه منك فقد ربحت اخاك طيب لو ما سمعش هذا الاخ ايه اللي بيحصل ياخد قادة في الكنيسة وهكذا وان ما سمعش خد الكنيسة قل الكنيسة وبعدين اعتبروا وسنة وعشر يعني اعتبروا وسنة وعشر يعني اذا رفض هنا بيكون رفض كامل اذا رفض كامل اذا رفض كامل خلاص بساعتها حكم الكنيسة انه لا هذا الاخ لا محتاج انه يتعامل مع نعمة الله المقدمة لي ويبتدي يساعد الاخ المسائله ويتم شفاء جراحهم هما الاتنين عشكده مهم جدا نسترجع بعض ونحب بعض اكيد في العمرات السكنية في مشاكل ما بين السكان خبط عليهم اعمل كيكة اعمل بسكوت يعني انت عارف يا خنزار انه الجواب اللين يصرف الغضب الحياة العملية دي جدم يسوع عليهم في حياتك وفي سلوكك بناخد خطوات عملية نحو يعني المعتبة على فكرة ظاهرة صحية كويسة بس دون الخروج عن سياق الأدب والعراف وكذا حيدي كلها عملية داخل الكنيسة الرب يدي نعمة وحكمة لقادة الكنيسة انه لما يلاقوا فيه أخين أو طرفين بينهم مرارة أو بينهم نزاع أو بينهم جروحات لازم يشتغلوا عليها وده ما ينفعش يكون بعيد عن كلمة الله وعن الوجود في محضر الله أخ أمال يعني هو طبعا موضوع كبير أنا اللي فهمته أنه يعني غفران الله وهذا الغفران أساسه هو عمل المسيح على الصليب بدافع محبته لأنه بحبنا بغض النظر ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه هو نحن بعد خطاط وبنفس الوقت أنه لما أنا بتصالح وأنا حصلت على الغفران حتى لو عندي جروح يعني الله بيكمل عمله وشفاءه ودواءه في حياتي يعني إحنا يمكن قدامنا شيء ثلاث دقائق أخ أمال عاوزك يعني تأخذ الموضوع بتلخيص إيه الرسالة اللي عاوز توصلها جاب لمرخص بعد ذلك يا خنزار بسرعة في عجالة أنه عاوز كمان أتكلم في دخل الكنيسة على التأديب الكنسي اللي لو حصل أنه حد رفض الصلحة أو عمل خطيئة أو أي حاجة يعني الكنيس لازم تتمسك بكلمة الله وتعمل تأديب كنسي وده مش مجاله نتكلم عليه باستفادة ده الوقت بس ده يرجعنا يا خنزار إلى أنه غفران أساس حياة الغفران اللي أنا أعيشها لأغفر للآخرين وأتصالح معهم هو غفران الله لي لو أنا أدركت أن إثمي مغفور وأن إثمي الأول بالثاء والتاني بالسين إثمي مغفور وإثمي مكتوب في سفر الحياة ساعتها أستطيع أن أغفر للآخرين ومغفرة للآخرين لا يعني أن أنا أنسى وحط تحت السجادة لو فيه عندي غضب أو شكاية لا لا بد أنه بكل محبة وقفتها الغفران للآخرين بالنسبة للمضطهدين لو عند واحد اجتاز في تجارب مريرة لابد أن يغفر لكل من يسيء إليه حتى دون مش مؤمنين اغفر لكل من يسيء إليه أحنا في إمكانياتنا ما نقدرش لكن هو الرب وحده عشكاية لما أطلب الرب من كل قلبي أجده وهو اللي يعطيني القدرة على الغفران وهو اللي هيتمم المصالحة طالما أنا تصالحت معه فأنا أستطيع بكل سهول أن أتصالح مع الآخرين ومع المجتمع ومع الثقافة ومع كل من حوله ولو واحد مجروح عم بشاركنا في هذه اللحظات ولو في نص دقيقة أو دقيقة عاوز توجه لرسالة أخي المجروح أولا لابد أن تدرك أنك ليس وحدك هناك جرحة كثيرون جرحة في بيت أحباه بالزبط بالزبط كده وأعداء الإنسان أهل بيته يعني عشان كده مهم جدا أن ندرك أنه هنا مش عدوة بكره يعني لكن هم اللي هيقوموا وهيتطهدوا واللي هيعطيكم صعوبات في مواجهة ظروف مختلفة عشان كده أحبوهم بادلوا الكراهية بمحبة بادلوا الشر بالخير صلي 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 من أجلهم بالإسم الرب يديكم نصرة ويديكم قدرة على المغفرة واستطاع للمصالحة مهما كان عليهم دين في حقك وفيش حاجة يسمى أخذ حقي ولا أخذ بالثار إطلاقا مكتوب لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء بل أعطوا مكانا للغضب إدي فرصة للآخرين يغضبوا عليك وإدي للرب فرصة إنه مكتوب ليه النقمة أنا أجازي يقول الرب والرب اللي احنا بنعبده هو إله عادل لا يسمح على الإطلاق أنه يكونش في عادل لأنه بيقول لأنه عادل عند الله أن الذين يجازونكم ضيقا يجازيهم ضيقا هؤلاء الذين يجازونكم يعني اللي بيدكم ضيقا الرب عادل عندهم هو يجازيهم ضيقا أخ أمال أنا آسف أنه في مواد كثير بس معلش سامحنا كان ربنا يعطينا فرص تانية ربنا يباركك وشكرا جزيلا ويبارك خدمتك أيضا أحبائي ببساطة الكتاب يعلمنا اغفروا بعضكم لبعض وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا لكي تشفى أنا ليش لازم أغفر لأنه الله غفر لي الله غفر لي من خلال المسيح بعدين ليش لازم أغفر لأنه شرط لإستجابة الصلاة إن لم تغفره لا يغفر يعني كيف بدك تصلي وانت من جوه فيه إشي يعني الله مش رح يستجيب الصلاة ليه لازم أغفر لأنه الله بباركني لما أنا بغفر أنا كمان أشفى لما بغفر للآخرين ورد الرب سبي أيوب بعد ما صلى يعني بعد ما غفر لأصدقائه أنا لازم أغفر أنا اللي محتاج أطلع من السجن أنا اللي محتاج أتحرر ولما بغفر الله بيشفيني فأرى كل شيء جميل من حولي ربنا يعطينا هاي النعمة نعمة الغفران من خلال عمل يسوع المسيح وإذا محتاج لأي مساعدة روحية من فضلك اتواصل معنا والرب يباركك ترجمة نانسي قنقر